www.adrusjo.com السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلقي والمرسلين أجمعين معكم وحبكم أستاذكم أستاذ العرفات حسين القزعة مدرس اللغة الإنجليزية على منصة أدرس جو الفيديو اللي هنطل عليكم اليوم في فيديو بجزء أغلبكم بعرفه اسمه فيديو الإختصارات الكونتراكشنز إيش كتير حلو إيش كتير بسيط وإن شاء الله ينالي أعجابكم خلينا نبلش دغري فيه كونتراكشنز الإختصارات إذن شو معنى كلمة الإختصارات؟ كونتراكشنز كونتراكشنز الآن السؤال الأول بسأل الطالب إنه شو يعني إختصارات أو من وين بجيب الإختصارات؟ ما هي مصدر الإختصارات باللغة الإنجليزية؟ الإختصارات باللغة الإنجليزية كم مصدر إلها؟ مصدرين المصدر الأول يا صديقي لهو الضمائر الشخصية لهو personal pronouns شو هم الضمائر الشخصية؟ you, it, she, he, they, we والأي يعني الإختصارات بكون مع واحدة من هدول أو مع الأفعال المساعدة الhelping verbs إذا مذكرينهم شو هم الhelping verbs؟ الbe والdo والhave والmodels سميناهم فيما مضى؟ بدهم شو سميناهم؟ بدهم طب يلا نتذكر مع بعض شو هم الbe الbe خمسة am is, are, was, where شو هم الدو؟ دو تلاتة دو داس ديد طب شو هم الhave؟ برضو تلات have, has, had والmodels كانوا could will, would وشلوا should may, might, must, must have to, has to, had to when is, are, going to طيب تمام؟ نبلش بالآي طلع علي هاي اسمها I'm شو تلفظ؟ I'm اختصار ل-I am خلص هاي I'm I am هاي I'll I will أو I shall إذن هاي اختصار ل-will أو shall ال-I'll اختصار ل-will أو shall اثنتين صح هاي I've إذن دائماً وأبداً هاي اختصار ل-have إذن هاي دائماً لما أشوفها اختصار ل-have I have طب هاي I'd إذن هاي حرف D لما يكون قبله فاصلة هذا الاختصار بيكون يا إما ل-would أو ل-have إذن هاي حرف D لما يكون مختصار ل-would أو هاد ماذا بيكون ل-would إذا كان عنا فيرب وان بعديها ماذا بيكون ل-have إذا كان عنا فيرب ثري طيب تمام will هاي اختصار ل-we will أو-we shall حكينا هاي اختصار ل-will أو shall واتذكروا الشل هاي الشل يعني الشل هون فقط بتأخذ I و-we إذن الشل فقط I و-we طب هاي we're هاي دائماً وأبداً هاي دائماً وأبداً لما أشوفها اختصار ل-we are أو-we wear إذن هاي ال-re اختصار لإيش ل-are أو wear طيب تمام يلا لحالكم weave شو حكينا عنها اختصار ل-we have طب هاي weave حكينا حرف D ها حرف D اختصار لإما ل-had أو would إذا بعد الفراغ verb ثري هاد بعد الفراغ verb one بتكون would طيب يلا تمام نراجع ال-L ال-L هاي اختصار لإيش he will she will she will حرف D اختصار لإيش would أو had would إذا كان بعد الفراغ verb one وهذا بعد الفراغ verb ثري طيب تمام يلا لحالكم هاي اختصار لإيش حكينا would أو had إذا بعد الفراغ verb one لو would بعد الفراغ verb ثري لهاد طيب تمام نيجي هاي اختصار لإيش he is he is he is أو he was أو he has إذن هاي ال-S اختصار لكم شغلة لثلاث شغلات يا إما is was has ال-S دايما بعدها ing of verb three ال-was بعدها ing of verb three متى بتكون اختصار لhas إذا بعد الفراغ شوفي verb three طيب هاي he is نفس الإيش she is اختصار لإيش was has إذن هاي ال-S اختصار لكم شغلة ثلاث شغلات is was has بتكون لل-S إذا بعد الفراغ ing of verb three was ing of verb three والhas verb three طب هاي حكينا اختصار لول it will هاي it is أو it was أو it has هاي ال-S اختصار لإز أو was أو has طيب تمام they've ليش اختصار هاي they have طب هاي لول they will يلا ال-R-E اختصار لإيش are or where are or where بعد الفراغ بتأخذ ing أو verb three يلا هاي اختصار لإيش يلا لحالكم حكينا they would أو they had متى بتكون would verb one متى بتكون had verb three ال-V-E اختصار مع إيش مع ال-You you have ال-L-L you will يلا ال-R-E حكينا ال-R-E اختصار لار أو where R و where بكون بعديهم ing أو verb three طيب تمام حرفة D اختصار لإيش you would أو had would بعد الفراغ verb one had بعد الفراغ verb three الان احيانا في اختصارات مع ال-Nut اختصارات مع مين مع ال-Nut كيف مع ال-Nut لو جينا لهاي الكلمة can't شو هاي can-Nut لاحظ can-Nut لما اكتب can و-Nut بترك مسافة بينهم مش لازم ألزقهم ببعض يعني ما بصير اكتب can-Nut بالطريقة هاي can-Nut هاي طريقة خطأ يلا هاي couldn't could not didn't they're not don't do not doesn't نعلق عن doesn't كثير طلاب شوفوا كيف كلمة دست انكتب D-O-E-S هون does not طلاب اغلطوا فيها بيستبدلوا ال-I مع ال-S did-n't did-nut hasn't has-nut haven't have-nut hadn't had-nut هاي يلا isn't is-nut was-nut was-nut هاي ركزوا عليها شو هاي تلفظ تلفظ won't اختصار لايش will-nut هاي shant shall-nut إذن هاي won't و-shant won't اختصار لا will-nut و-shant اختصار لا shall-nut wouldn't would-nut shouldn't should-nut mustn't راح ذو كلمة mustn't حرفة تي هاد الاول ما بلفظه mustn't must not might not و-nid-nut هسا في اختصارات عامة لو قل لي here's حكينا ال-S هاي اختصار لا is أو was أو has is was has طب that's is was has let's هاي let's اختصار لايش let us there's حكينا ال-S هاي اختصار لايش is was has would حرفة D اختصار لا would أو had اذا بعد الفرق verb 1 would بعد الفرق verb 3 had تمام هيك احنا خلصنا درس اسمه الاختصارات بتعودوه مرة تانية وتكتبوه ولازم القاعدة تكون هون لانه الاختصارات اشي كثير مهم جدا جابوه لهم اياها بالاشتقاقات الفصل الفات حرفة D اختصار لايش كان اختصار لا would هسا الطالب العارف انه اختصار لا ود معناته بدي كون بعديه verb 1 ماشي كلوا يا رب ورمنا وفائكم ونشوفكم في الفيديو القادم www.adrosjo.com